واسط أو الكوت هي من المحافظات الولادة بالمبدعين والأدباء والشعراء منهم المغفور له الكبير سمير صبيح وأيضاً غاز الثجيل واليوم ضيافتنا مكي قاطع الربيعي أهلا وسلام بيك برنامج بيهن شرفتنا ونوارتنا أهلا وسلام بيك سعيدين جداً بوجودك ويانا ورمضان كريم عليك وأنا أسعد ورمضان كريم عليكم أنت سكنت بغداد أجابك للكوت الكوت أجد بيها شاعريتي بصراح وأحب أجوائها فلهذا السبب شوفني دائماً بالكوت كتاباتي أكثرها بالكوت في على الشط دائماً أقعد عصرية أو الصبح أكتب وخصوصاً في الليل فليلي الكوت أحس به جميل لهذا السبب شوف دائماً تواجدي في الكوت لهذا السبب يعني يعني الوحي يعرف الموقع ما لك الآن في الكوت ونزوله هنا أجمل قصائد الكتابت هي في الكوت فلهذا السبب أحب الكوت وانطلاقتي من الكوت من الشهيد المرحوم غازة تجيل في أمسية بالهورة نسمع دارمي عن الكوت أو واسط؟ بعشرة خيال وليل تجمعنا واسط الله بعشرة خيال وليل تجمعنا واسط واجمل بهاها الناس من طيبة واسط الله أحسنت بارك الله بك نحن شكراً كبيراً لحضرتك على تواجده كان البرنامج بينهن طبعاً عندنا البرنامج هو سؤال وجواب رح سأل حضرتك سؤال لحضرتك جوابت عندنا جائزة ممكن قدمها لحضرتك 250 ألف كو منطقة أو شارع مسمى وهو أصلاً مشابه لشارع في بغداد مسمى باسم أحد الشعراء العمالقة العرب ما اسمك؟ المتنبي شارع المتنبي أيضاً قصير حبيبي شكراً جزيلاً لك جوابك صحيح هايا جازم أقدم البرنامج كمية 250 ألف شكراً شكراً وإليك حرية تصرف بيه شكراً جزيلاً للوقتك شرفتنا نورتك حبيبي أنا شرفت وأنا نسانع بيك موسيقى الله يساعدك عمو رمضان كريم الله يسلمك الحمد لله الله يخليك الله يسرع عليك أبو من؟ أبو مصطفى أبو مصطفى أبو مصطفى نشفناك من الصبح هنا شونو تشتغل هنا؟ أشتغل حارس هنا أنا حارس؟ حارس النهاري وحد أختي وحد أختي شون شغل هنا؟ بيش ساعة تأتي؟ ساعة بالستة الصبح ساعة بالأربعة أحل العصر أبدل صاحبي لحد الأربعة أتروح؟ لحد الأربعة أروح شونو شغل يحسبو لك هنا؟ يحسبو لي 300 300؟ ماشي كفيتك؟ ماشي بيها؟ ماشي بيها من عندك بالبيت؟ من عائش ياك بالبيت؟ بيا رائع أستضيف كان زيادة وقت 500؟ أستغل إنسان